اهلا بكم ومعاكم محمد البابليم. النهاردة هنشرح ازاي نعمل قلب الصفحات زي ما شفنا في مقدمة الفيديو. اول حاجة بنفتح نيو كومبزيشن. نخلي المقاس زي ما نحب نضغط اوكي. ابدأ ان احنا ناخد او نستورد خلفية مناسبة للمشروع بتاعنا. وليكن مسلا الخلفية دي. بابدأ الان كومبزيشن. وبابدأ الان احجمها على قد بحيث انها تكون نفس المقاس. بعد كده بابدأ الان بادات المربع. هارسم كاشكول او كراسة بالشكل ده. تقدر ان انت اتغير لون الفيل على حسب ما انت عايز. انا خدت نفس لون الكراسة اللي موجودة في الخلفية عشان تكون مناسبة. مضغط على الشكل وبعدين دوبل كليك على اداة الانكر بوينت عشان احجم الانكر بوينت تكون في النص. مابدأ الان ارسم الخطوط بتاعتي. اضغط في اي مكان فاضي واجيب اداة وابنى ان انا ارسم خط مع الضغط على على يكون الخط مستقيم. اخليه بمقاس واحد بيكسل وليكون اللون رمادي زي ما انتوا شايفين. وابدا ان انا اخلي برضو الت negotiations عن طريق الضغط على 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 احدد الشكل واجيب اداة التحريك وابدا اعمل علشان انسخ الشكل واسحبه بالشكل ده تاني اسحبه بالشكل ده واكرر الموضوع كذا مرة تحد ما اكمل السطور بتاعة الصفحة بتاعت بحدد كل السطور اللي انا رسمتها بالشكل ده اروح على قائمة تقدر انت تجيبها من قائمة ويندو وبعدين تروح تزبطها في النص كلها وتكون تحافظ على المسافة لما بينها بالشكل ده ونضغط كليك يمين وبعدين بري كومزيشن واسميها مثلا بحيث ان انا اعرف ان الكمزيشن ده هو اللي بيحتوي على الخطوط المرسومة وابدأ اعمل الخروم اللي بتبقى في جنب الورقة بجيب اداة الدائرة وابدأ ان انا ارسم دائرة مع الضغط على الشفت علشان تكون حجمها متساوي وبعدين بضغط عليها ضغطة دبل كليك على اداة الانكر بوينت وهنا ضغط على كنترول بجيب اداة التحريك وابدأ ان انا اختار اي لون للفل سواء لون غامق او فاتح وخلي الستروك نون بالشكل ده تمام ابدأ ان انا انسخ الدايرة بتاعتي كنترول دي وزي ما عملت في الخطوط ابدأ ان انا حركها لتحت مع الضغط على الشفت عشان حافظ على استقامتها كنترول دي وانسخ لحد ما املى الورقة بتاعتي بالكامل كده خلصت عدد الاخرام اللي في الورقة بتاعتي ابدأ ان انا احدد اول شكل ومع الشفت بضغط على اخر شكل لكن ما تحددش الورقة بتاعتك علشان هي هتكون شاب لير وان تمام من اللاين ببدأ ان انا حافظ على المسافات ما بينهم وببدأ ان انا بالكيبورد ازبط اه الاخرام على الورقة بحيس ان هي هتكون بالشكل ده احدد اخر طبقة مع اول طبقة وبعدين كليك يمين واخلي اسميها اي اسم بحيس ان انا اقدر اميزها بضغط اوكي وانزل الورقة وبعدين اخلي الورقة زي ما انت شايفين دلوقتي هي ان الورقة متخرمة بعد كده اقدر ان انا اكتب على الورقة زي ما انا عايز اقدر اجيب اداة الكتابة واكتب بالشكل اللي انا عايزه زي ما احب وكمان اقدر ان انا احط اي شكل اه اذا حبيت تحط صور او اه شعارات زي ما انت عايز ما فيش اي مشكلة وتخلي الاتنين سواء الصور او الكتابة اه ملتبلاي بحيس ان هي تدخل جوه الخطوط اللي ورا للصورة تمام كده بقى عندي الورقة بتاعتي رسمتها احدد الطبقات بتاعتها وبعدين كليك يمين واختار بري كومزيشن بيج بضغط اوكي وبعدين اروح على قائمة وبعدين اروح اجيب بلاقي هنا كلمة ببدأ ان انا اسحبها على بيتج وان لاحظ دلوقتي ان بيه فيه ظل للورقة خلي الظل دايما مناسب للظلال اللي في الخلفية بتاعتك يعني لو الاضاءة جاية من فوق حاول انت برضو تزبطها من فوق بنفس الشكل انا مسلا هخلي الاضاءة عندي اا عشرين في المية او خمسة وعشرين في المية واخلي الصوفتنس نفترض ان هو خمسة عشان تكون الظلال بالشكل ده اروح على تاني واكتب ترن تي يو ار ان وبعدين اجيب سي سي بيج ترن احطها على الصفحة بالشكل ده ايطلع لي اعدادات حاول انت تقفل الشادو علشان ما تطلق بطش لاحز هنا ان فيه نقطة هنا لو مش ظهرة قدامك حاول انت تضغط هنا علشان يوري لك مكان النقطة انا احرك النقطة دي في البداية قبل ما اعمل اي حاجة في جنب الورقة بالشكل ده وبعدين هنا في الفولد اضغط على كيفريم وبعدين اضغط على البيج بحرف اليو علشان يظهر لي الكيفريم اكبر شريط الزمن واجه على الثانية واحد احط كمان كيفريم بالشكل ده الكيفريم التاني هسحب نقطة الفولد عشان تكون معي بالشكل ده صغر الكومبزيشن واسحب الورقة برا الكومبزيشن في الاتجاه اللي انت عايزه لاحز دلوقتي ان الورقة بقيت تتقلب معي بالشكل ده تمام تقدر ان انت تقلل الشفافية بتاعتها من هنا بحيث ان هي تكون مش شفافة وكمان تقدر ان انت لو زاوية الاضاءة موجودة بالطريقة دي تقدر ان انت تخليها من تحت بحيث ان هي تدي لك ظل بالشكل ده وكمان تقدر ان انت تغير قيمة الريدياس او نصف القطر بتاع الانحناء بحيث ان هي تديك انحناء اكتر عشان تكون معاك بالشكل ده في مشكلة هنا هتقابلك ان هي الكتابة معكوصة في ظهر الورقة تقدر ان انت تختار خلفية سادة من هنا لو انت عايز او ان انت تخلي الصفحة نفسها بدون الكتابة ازاي بتعمل الموضوع ده بروح على البروجيكت وانسخ طبقة بيج وان عملها كنترول دي وسميها اسم تاني وليكن بيج صفر بدخل جوه بيج صفر بشيل الكتابة وبشيل العناصر اللي انا حطتها وبعدين برجع لكمبزيشن بحط بيج زيرو جوه الكمبزيشن ممكن اخفيها اخليها الفوق كده واخفيها علشان ما تكونش ظهرة قدامي بروح على او احدد بيج وان واحدد من هنا على او ظهر الورقة اخليها بيج زيرو بالشكل ده علشان تكون معي خلفية بتاعتها مش موجودة تمام بابدأ بعد كده ان انا انسخ الطبقات بتاعت الورقة دي من برويجكت نفسه مش من جوه الكمبزيشن اضغط على كنترول دي كنترول دي بعدد الصفحات اللي انت هتقلبها جوه الكمبزيشن انا هنا مثلا عملت سبع صفحات بابدأ ان انا احددهم لحد بيج تو وبعدين اسحابهم واحطوهم تحت بيج وان بالشكل ده اصبح دلوقتي كل الصفحات موجودة تحت بعضها انا عايز ان هي تكون اه ظهرة في الورقة باحث دلوقتي ان انا حددت بعد بيج وان من بيج تو لحد اخر صفحة اي ان كان العدد وببدأ من الكيبورد بالاسهم احرك حركة واحدة ضغطة واحدة يمين وضغطة واحدة لتحت باحث دلوقتي لو انا خليتها فول هيكون الشكل معي بالشكل ده بضغط على كنترول واشيل التحديد عن صفحة واحدة وبعدين ضغطة واحدة يمين وضغطة واحدة تحت وبعدين اشيل التحديد عن صفحة ضغطة تحت وضغطة يمين واشيل التحديد وهكذا لحد ما خلي كل صفحة يبعد عن التانية مقدار حركتين من الكيبورد زي ما نشايفين نلاحظ هنا ان الزلال بتاعتهم مش باينة ليه؟ لان لما بنسخ هنا الكمزيشن بيتنسخ بدون التأثيرات اللي موجودة عليه فانا بروح على بيج وان روح على افكتس كنترول بنسخ التأثيرات اللي عليه كنترول سي بالشكل ده وبعدين اروح على بيج تو وحدد لحد اخر بيج وبعدين اعمل كنترول فيه انزل للتأثير وهيبقى شكله بالشكل ده واجد الوقتي للحركة بروح على بيج وان ومع ضغط على الشفت بحدد اخر وبعدين اضغط على حرف اليوم ظهر لي هنا كل الكفريمات اللي موجودة احددها كلها وابدأ ان انا نخليها اف تسعة ايزي ايز وبعد كده بابدأ ان انا احرك كل الكفريمات لقدام اسحبها بالشكل ده بحيث ان هي تكون مع اخر حركة في كل بيج بابدأ احدد اللي بعدها واسحبها لاخر حركة احدد اللي بعدها واسحبها لاخر حركة واحدد اللي بعدها واسحبها لاخر حركة وهكذا حسب عدد الصفحات عندي دلوقتي لو شفت الكمبزيشن بتاعي او الشغل بتاعي هلاقيه بالشكل ده لاحظ دلوقتي تقدر ان انت تدخل على كل وتعدل الصور والاسماء اللي عليك بحيث ان انت تغير بس الكتابة وتحط عناصر تانية زي ما تحب يعني مجرد ان انا بدخل على بيجي تو هنلاقي معانا بالشكل ده تقدر ان انت تكتب في كل صفحة زي ما انت عايز سواء اهداء او دعوة الكترونية او تبطأ الحركة وتسرعها زي ما انت عايز ده كان مشروعنا النهاردة شكرا لكم وكان معاكم محمد البابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة